فلاحظة الوحيد صحة بحض صحة بحض نحن فضلك سوف أتبقى السلام عليكم ورحمة الله سبعة وخمسين يوم تمر الصحفي ربح كراش مراسل اليومية في تامنراست موجود في السجن جريمة الاختار فهذا نقدر سمها جريمة في عيون الإصابة الحاكمة جريمة ما توجد حتى نص قانوني يعاقب عليها هي تغطية مظاهرة سلمية في تام نراست عمل تغطية صحفية لا أكثر ولا أقل تم توقفه وحبسه ويأتي تبون المزور يقول عليه هذا شعال نار سين بيرومان ويقولها في أسبوعية فرنسية اللي الصحفين يجرى معاها الحوار ما تجرؤوش يقولوا وين شعال النار برطان صحفيين زميل كيفهم المفروض يقولوا وش دير فاهمنا وش دير بالضبط شفت هذا هو الجزائر الجديدة هذه الجزائر الجديدة تعتبون أنا بحكاريش ما ينزمش تنسها ما ينزمش نضربوا عليها النح عادرنا الأيام الأولين وبعد ذلك خلاص نضربوا النح اليوم قريب شهرين رأوا في السجن ولاده يبكيوا عليه زوجته رأي محرومة من زوجها رأيت بكي عليه يعني هذا رأوا في السجن ظلما هذا رأوا في السجن ظلما صحي إذا كانوا صحف بدورو ما يضامنوا شي معاه يبقى على باقي الصحفيين الحرار أنهم يضامنوا معاه يقوموا بنشاطات اللي تذكر الرأي العام الدولي للذكر الرأي العام الجزائري بوجود الصحفي في السجن بتهمة ممارسة مهنته الصحفية بكل باحترام أخلاقية المهنة وبكل موضوعية العصابة اليوم تقبل حتى صحفي يقول كلمة حق قبلت مع الصحفة الدولية تتضارب وتتداب تزد ناحية هذا الاعتماد وترد هذا الاعتماد وتمدل هذا وتمدل هذا وتمدل هذا وتبقوا أن يعلن في حوار صحفي أنه يعطي الاعتماد لقناة الجزيرة وهذا غيب تعمل هذا الشيء هذا وفي نفس القناة يقول بلي لوموند عرضت له يده وللي أنه هو يعطيها تأكل يعني شوك الكلام هذا ماذا رئيس دولة هذا وفي أسبوعية فرنسية صاحبها نزلوا يذكر الجزائري اللي قتلوا على بعد خمسة أو ست مترات نذكرها لأنه هذا انخرط في الجيش الفرنسي بش يحارب الجزائريين أثناء حرب التحرير وعنده جريدة ويجي تبون يعمل فيها تصريح ويقول أنه للصحف يرابح كرش يشعر نيران قلت الوطنية أربي يقدر خير بلدنا أربي يبعد عليها ولد الحرام السلام عليكم ورحمة الله نشان أكبر صحابي حر نشان أكبر صحابي حر نشان أكبر صحابي حر